زيارات الشرعية بالمدينة النبوية نعم الأصل أن الإنسان يسافر يشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة يذهب يتطهر في بيتي يتوظى ويخرج يصلي ركعتين في مسجد قباء وصل إلى المدينة يصول وضوه في مدينة بدون عدد لزيارة مسجد قباء ثم يأذى الرجال للنساء يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبين رضو الله عليهما ثم يذهبون لراجعة عدد الممكوينين عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوجده و هناك ماترات عدد المتحدة للبقاء والبقيع و أكوانه من معلوي يأذى الممكوينين عن المسجد الممكوين